اشتركوا في القناة منصات موقع لبنان الكبير حبينها تكون مميزة وما ممكن تكون مميزة الا مع عهد المواهب التدريبية الصاعدة بلبنان واللي اثبتت جدارتها بالملعب من خلال الكوتش جورج جعجع اللي مدرب النادي الرياضي بطل لبنان عبر العصور اذا لا نسميه واللي متل ما كان عم بيقول ما ممكن يخسر البطولة سنتين وراء بعض اهلا فيك كوتش جعجع حبيبي تانكي سو ماتش على الاستضافة الحلوة بيشرف ان يكون هنا بداية انا بدي اسأل كيف علاقتك بدي بلش من الاخر مع الجمهور اول شي بوجهة تحية كبيرة لجمهور الرياضي حكيت عننا بكزا انترفيو حكيت عننا كزا مرة الشغف اللي عندهم انا ما كنت متوقع هالقدة بيكون قوي انا كنت اسمع من انا وصغير جمهور الرياضي جمهور المنارة ما كنت عارف هالقد في هذا الشغف اللي عندهم ايه اه بتوجهنا تحية كبيرة لانه بس نفوت على الملعب اه نحنا من حسب الجمهور والفريق اللي ضدنا بحسب الجمهور منقدر نشوفها بعيون الابونن بالحيون الخصم أداعة 30 جمهور المنارة بنطلب منهم بس وكمان عطول منقولها انه عندهم احطوا عدد وقفوا حدنا بس عارفوا قيكم قيما توقف هاي البراشر مطلع عن حدة لانه معقول تتوقفه مثل مطوقفتوا السنية كضا مرة ومطل ما قلت انا انا بعتقد لو كم عانا جمهور بيييييييييييييييييييي我的 beysbox كانت فرقة كتير كبير سبشالي مع طلعة واقل وكل المنتل أسبكت اللي صارت بالجيم بقللوا إنو اشتقتلهم كتير وبقللوا إنو I can't wait شوفهم بسنة الجي محمس كتير نرجع نشوفهم عم بقرأ شوية أوقات أوقات ما كتير بفتح سوشال ميديا بجرب كل جمعة افتح شوف بشوف حبهم لقلي وبشوف قدابي بيدعموني وبيحبوني وهيدي يمكن شوية بيقولوا عادة جمهور رياضة قاسمة اللي مدرب فهيدا شي بيعني إنو أنا عم doing the right job وعم بعمل الشغل الصح فبللوا إنو اشتقتلهم وإن شاء الله بشوفهم سنة الجي وإن شاء الله الرياضة ما بيخسر بطلتان وراء بعضهم إن شاء الله يا رب بالنسبة للإدارة يعني من اليوم أكيد من الفترة الماضية لأنو تعاقدتوا ورجعتوا استرديتوا عم تتعاقدوا مع لعبين وتجددوا لعبين جديد أو تجددوا عقود لعبين موجودين بالنهاد الرياضي هلأ الخطوات اللي عم تتلمسوها برأيك من خلال العلاقة مع الإدارة الأمور رح تمشي متل ملازم؟ لكن الأمور ماشي بتجنن خلصنا فريقنا نحن بأحسن طريقة ممكنة رجعنا رد داينا هايك اللي هو هيدا أنا كان نقطة أساسية بدي إياها عندي إنه يرجع رد هايك هايك شخص الزكا اللي عنده إياه والفعالية اللي عنده إياه على أرض الملعب كتير نادر العيب يكون عنده إياها في لبنان فهيدا نقطة كتير مهمة وجود أجنبيان على الملعب بيسمح لي يكون عندي أنا باك أب يعني بيسمح لي يكون عندي إحتياط على البنش اللي هو هلأ صار عندي أنا كريم زينون عندي ميجيل مارتيناز عندي جون عبد النور صار عندي بلال طباري يعني عندي باك أب قدر استعملهم أكتر هيدا الشي اللي ما كان كتير عندي سنت الماضي واقل الله راضح يكون معنا كمان بالفاينل فور إذا خلصونيك والحقيجة كمان الفريق بيكتمل يعني بصير عندك واقل أمير هايك عندك جريت كاليبرز على أرض الملعب وصار عندك جريت كاليبر كمان لعيبة باك أب لألون طي فوتوا يدعمون يعني صار عندك فريق كامل متكامل والحلو كمان إنه رح نشارك ببطولة وصل اللي هي البطولة الخارجية اللي رح نلعبها على مدة 7-8 شهر وهيدا الشي اللي أنا كنت طالب فيه إنه إحنا إذا بدنا فريقنا يعلى اللفل طبعه ما منقدر نلعب ماتش واحد كل عشرة أيام وهيدا الماتش أيام سوري عالكلم يعني بيكون ضد أنيبال زحلي اللي فريق كتير ضعيف بيكون أيام ضد أطلس فريق كتير ضعيف تترجع تلعب بعد جمعتان كمان ضد فريق ثاني ضعيف هيدا الشي بيوطيلك من مستواك سو مشاركتنا ببطولة خارجية حتعللنا اللفل كتير طبقايا يعني العلاقة مع اللاعبين والعلاقة مع الإدارة ممتازة علاقة مع الإدارة أكتر من ممتازة إن كان مع حجماز انطبارة أو مع الأستاذ تمام جارودة علاقة مع الحجماز انطبارة شوي أقرب لقاله كشخص كتير بحبه كتير بقدر له الاحترام أنا وياه على توافق كامل وعلاقة مع اللاعب بتعقد يعني فيه لعيبة أكبر منك بالعمر حتى إيه إيه بس مخص لا بالعكس لا عم بحكي إيه مية بالمية معك حق معك حق بس يعني ليك تبع لو ما فيه احترام لو ما فيه علاقة حلة وما كتبوم ده تالت سنة مع الرياضة هذا الشي بيدل أنه الإدارة بدياني الجمهور بدياني واللعيبة بدياني وأنا على تواصل دائم مع اللعيبة كل يوم عندي تليفونان ثلاثة لها كذا لعيب أحكي معهم أتواصل معهم بحبهم كتير واشتقتلهم كتير وبقال لهم أي كان تويت نرجع قد ما فينا بيسترع على الملعب لو طلبنا من جورج جعجع يعطينا نبزة عن حياته الرياضية وإذا كمان فيه كمان حيات برات الرياضة كمان شو نبزة كيف نبزة يعني أنت كيف بلشت بالباسكت وكيف لكن أنا ربيت بعيلي عيلي بتحب الباسكت عيلي كرة السلة هلأ كانت العيلي مع الحكمة أيام آسيا وتسعة وتسعين وألفان وبطولة العرب وهيك فربيت بعيلي بتحب كتير الباسكت فبلشت أزبلاير لعيب كتلعب مع بيبلوس لدي بيبلوس يلي هو الدرجة الأولى هلأ بلشت كلاعيب وصلت عمر 15-16 بلشت ساعد كمدرب بأكاديميات بيان عندي الكاركتير بيان عندي أنه أنا بحب التعليق بحب التفاصيل بحب التعليق وصلت أطلع شوي شوي وصلت أغير من أكاديمي لأكاديمي كم أكاديمي كم أكاديمي ولعيب كم أكاديمي ولعيب ذات الوقت لوصلت لمطرح عمر 21 سنة أخدت القرار أنه أنا لازم أكون مدرب ما بدي أكون لعيب من عمر 21 أحب بايت أكتر ومن وقتها بلشت أركز قد ما فيه أعمل سفر لبرة أتعلم وهو أطور حالي لوصلت لمطرح إن حطيت وهيدا الخبرية كتير حلوة كمان هيدا القصة الكيف صارت أنا كيف أنا وصلت يعني كان عمر 22 طرح اسمي اللعيب رودريك عقل يلي هو بوجره تحية كتير كبيرة طرح اسمي اللي يكون مع فريق الدرجة الأولى بيبلوس فكنت ساكن أسستنت فبذات السنة صار فيه مشاكل كتير كبيرة معنادي بيبلوس بغيره كوتش كان كوتش اسمه منصور أجنبي بحطه الأسستنت كوتش يوفان بيرجع بجيبه كوتش بيرسيتش بصير يغيره كوتشية ونحن عم نخسر ففجأة بليلة وضحاها بصلي مسجر أنا كوتش بيبلوس عمر 22 سنة يعني هيدا كانت ظاهرة غريبة لأقلة فاستلمت المهمة وكان علي أن أربح ثلاث جيمات من أصل ستة نبقى بالدرجة الأولى ربحتهم تاني سنة عملت كوترا مع بيبلوس عملت بلاي اوفس مع الرياضة وعملت بلاي اوفس كتير منيح وكيت معهم أنت من بنات كمان بيزات السنة اللي إني كمان بوجرنوا تحية كتير كبيرة تعليل خدشة دوريان كانت السنة بتعقد لقلقات ربحنا بطولة العرب ربحنا بطولة كذا بطولة رحت مع منتخب البنات كمان كأسستنت كوتش مع أجنبي كمان ربحنا بطولة غرب آسيا من بعدها وقف الليج وطلعت على دوباي مع فادي الخطيب اشتغلت معه لحد ما بيجيني تليفون من كوتش أحمد فران بيقلي أنا مطالع على الكويت شو رأيك تجي إنت تاخد الرياضة كمان إدارة الرياضة بتعرفك من قبل استيسة مام جارودة كان امتبعني من قبل فطلعت جيت من دوباي اخدت قرار مجنون كان كلهم مسافر أنا دورت ورجعت يعني ما كيفي مصاري هذا حلم لقالي كان مجرد ما نمضيت الرياضة هذا كان حلم لقالي صندقني فنهار اللي دعست فيه بالمنارة بلشت أنا قصتي مظبوط مع الرياضة وربحت بطولة يوريجين ليك اللي هي بأرمينيا كانت بشوطة خرفية من أمير سعود آخر ثانية على البازر بيتر عطيتنا السقة عطيت لعيبة سقفية جينا على لبنان ما خسرت ولا جيم لعبنا بطولة بكاملة ما خسرت ولا جيم ربحنا البطولة كمان جاءت طلعت مع منتخب البنات على آسيا ربحنا بطولة آسيا وخسرنا بطولة سنت الماضي بس الحمد لله أنه قدرنا نعمل فينال نعمل جيم سفن قدرنا ننفس قدرنا نفرج جيمات كتير حلوة بالمنارة وبرات المنارة هايدي نبزة أسرع شيء ممكن أعطيك في خلف الكواليس أكيد عرق جبين وفي تعب وفي دموع وفي وحدة وفي قعدة لحالك وفي تعب وفي شقة وفي شغلة كتير هايدي هي على السريح طيب اليوم لو طلبنا منك تقيم البسكتبول بلبنان نحن بتعرف لأنه البسكتبول لعنا كان ريفرانس بالنسبة لكتير دوريات وبطولات بالمنطقة ودول بالمنطقة فلما اليوم من بعد كوفيد ومن بعد التوقف ومن بعد الانهيار المالي شو رأيك ببسكتبول اليوم لكن رحالك إيها بكل صراحة وبكل تجرد البسكت هي اللعبة الشعبية أكيد بلبنان في سبونسرز عم بيدفعوا كتير مساري المبالغ اللي بتنكب على اللعيبة بسربيا وبأوروبا ما منشوفها يعني بلبنان في عندك عالم عندها اندفاع اتحادك عم يشتغل عم بيأسسلك شفنا under 16 شباب under 17 بنات يعني عم شاري 17 شباب 16 بنات عم نشوف شغل بس هيدا أتمنوا كفاية أنا بالنسبة لأيلي كمستوى بسكت نحن بعضنا بعض للأسف بحضر شباب عم تطلع كيف تتمرن عم بحضر نحن بعضنا بعض لما انت تيجي تحضر لتسي أرجنتين أو تيجي تحضر نيو زيلاند عم نحكي نحن under 16 يعني تحت 16 سنة بيلعبوا السيستم تبعهم للآخر للأربعة وعشرين سانية بينضج درجة أولى ما عندهم يا عنا بلبنان هون انت بتعرف انه عنا مشكلة أنا حضرت الـ under 17 ووردكب طبعا الشباب يلي هلأ كانوا عم بيلعبوه المنتخب طبعنا تحضر منتخب مالي يلي هو منتخب ما مفروض يكون حتى معروف بيلعبوا بينضج على الملعب وبيلعبوا بباسكت معين بلفل معين أفضل من اللي سوريا على الكلمة من الدرجة أولى عنا بلبنان يعني في لعيبة بالدرجة الأولى بلبنان ما بيقدروا يعملوا دريب الواحد بإيدهم لضعيفة طب في لعيبة الدرجة أولى بلبنان بعد ما بتعرف على الـ على السمبل على أسخف شي شو مفروض نحن نتصرف نعمل هون بنعرف انه عنا مشكلة كبيرة عنا تالنت عنا موئك زاكلي صعافة عنا مواهب كتير عالية عم بتطاق وعنا أكاديميات كتير كبيرة بس في عنا خلل معين الخلل عم يجي من الكوتشي اللي عم بتمرن بالأكاديميات وهيدي هيدي أنا بقولها بكل شففية عنا مشكلة بالكوتشي اللي عم بتمرن بالأكاديميات والأكاديميات بحد ذاتها هي المشكلة لازم تبلش تطور وتحسن حالها وعنا مشكلة بعقليتنا بعقلية لبنانية بالكولتر طبعنا هي أنه أول شي اللعيبة ما بتحضر باسكت انت ما فيك إذا أنت ريبورتر بك تحضر ريبورتر CNN ESPN نيوز تتتعلم تتتشوف ما فيك أنت تكون لعيب باسكت ما فيه يكون كوتش إذا ما بحضر باسكت بلبنان ما منحضر باسكت منرفض الانتقاد يلي هو أنا شو شغلته انتقادكم لا تتطور وأنا هيا شغلتي ساعتكم فعننا مشكلة كبيرة لأ الباسكت طبعنا باللبنان بعد منه منيح نحنا عنا مناجم ذهب من الولاد مفروض الباسكت طبعنا يكون أحسن مفروض نحنا ما نخسر 75 نقطة قدام الفرق الكبيرة أوكي بتخسر يمكن 30 تخسر 25 بتقبلها بس فيه عقلية معينة لازم نبلش نبنيها لعلى العمر الصغير 2022 الباسكت اللبناني صار لازم يكون أحسن من هيك طيب مقارنة مع الفترة الماضية أحسن أكيد أحسن أكيد أحسن لأنه صار عندك الانترنت صار عندك الكوتش صار قادر يحضر صار قادر يطور حاله صار قادر يشوف أكيد أحسن لأنه تطورت بس أنا برأي ما عم نتطور بالسرعة اللي الباسكت عم تطور فيها نحنا عم نتطور هيك أوروبا وأمريكا والبلدان الباقيه كلها عم تطور بأسرع بكتير فنحنا أنا برأي لازم نتطور أسرع لازم نلحق أكتر لأنه وبقولها للجمهور يلي أنتو عم بتشوفوه بالباسكت بلبنان فيكن بعض أحلى وفيكن تشوفو باسكت أحلى من هيك بكتير بنا نغير العقلية نغير طريقة التدريب للشباب قدي عم تشتغل على هالشي بالرياضة وبالفرق اللي عم بتشتغل لا لنهار لا ما فيك تتخيل لا لنهار عم بلكيها بكل صراحة ومبالح كنت بتليفوه مع أمير الصعود عم بحكي أنا وياه إنه بدي منك تساعدني بهاك وشو بدك مني منيح بتواصل أنا واللعيبة عم بقل له تالت سنة لقلب الرياضة بعتقد السنة حنشوف باسكت غير بعتقد حنشوف الباسكت يلي أنا جيت تقبني مع الرياضة تالت سنة لأنه بتعرف فلوظفي كفلسفة بدك كتير وقت لتتركب خاصة إنه عندك لعيبة عم تتغير لعيبة عم تجي السنة رح يكون معي تقريبا 6-7 لعيبة قرار دي صاروا معي 3 سنين فبعتقد السنة حنقدر نطور هايدي الشغلة والسنة حنكسف التمرينات أكتر حنكسف إنه يحضروا أكتر حنحضرهم أكتر باسكت بول حنحضر الهومور طبعا أحسن الفرد المنزل إذا بيقوله أفضل تنقدر نعمل عن جد يقدر العالم يشوف إنه لا هيدا الباسكت يلي نحن بدنا إياه إن شاء الله نقدر نعمله طيب حاليا المنتخب هو بالواجهة من بعد ما أكيد آخر نهار التانين ربحه ضد السعودية وقبلها ربحه ضد الأردن من بعد بداية خرافية للفرق الثانية يعني لما لبلشوا الأردن قلنا نحن الله يستور كيف بدنا نكمل كيف شايف منتخب لبنان هل هو على السكة اللي لازم تنحط عليه وشو بينقصه حتى يوصل وبرأيك حيتأهل لكاس العالم أول شي بقول مبروك كتير للشباب للعيبة للكوتشنج ستافي اللي عامل شغل كتير كبير وللاتحاد ولكل الشعب اللبناني أنا زلت على الملعب شفت الفولهاوس شفت العالم ده عن جد متعطش بفتكر كاس العالم صار كتير قريب بعد ما في شيء أكيد بس صار كتير قريب الشباب على السكة الصح عندنا تالنت مثل ما قلتلك مواهب تطلع على البنش ما بتعرف مين بدك تحط جوه يعني أنا بحث يعني بتطلع بيكوتش جاد الحج بقول يعني تطف جوب يعني عن جد شغل كتير صعب تعرف مين بدك تحط بالملعب لنقصتنا هي شغلة وحده اللي قلتلك ياها قبل شوية هي العقلية بس هي العقلية عقليتنا تتغير مثل ما أنا بقول بالرياضة يعني مبسطوا بالمواهب تبعكم يعني إذا أمير بحب يشوت عطيه الباس خلي يشوت إذا أمير بحب يركض على الفاس إذا كريم بحب يركض على الفاس كبله إياه ومبسط بيركضته على الفاس إذا حدا بحب يعمل دونك كبله إياه بالغواة خليه يعني مبسطوا إذا شي مرة حدا ما كبه ما بده زعل بده شوية تكبير عقل إنه نحنا عم نلعب للكنز السفرة بالمنتخب نحنا عم نلعب للبنان مش شي عادي عم تلعب لبلدك فبرأيي أنا نقصتنا العقلية ونقصتنا العقلية التانية هي إنه ما نكتفي إنه نحنا وصلنا على بطولة العالم هيدا أنا موضوع شوي بيزعجنا إنه نحنا نكتفي إنه وصلنا على بطولة العالم لأ بنا نطلع مبرهن لا نحنا ببطولة العالم لا نحنا منستحق نكون بطولة العالم أنت قلت ببداية إنه نحنا الأفضل بالمنطقة العربية ما قلتها بالحرف الواحد انا انا احنا الافضل وهي دا اللي جربنا نبرهنه مع البنات ببطولة اسيا ما اربحنا عربعين نقطة انو نحنا بعاد نحنا منستحق نكون بالاي وهلا طارج طبعي ما انو اني ابقى بس بالاي طارج طبعي فرج ان لا انا بالاي زات الشي الشباب عليهم يغيروا العقلية يقافوا حب بعضهم يفوتوا بمنتالة انو نحنا منتخب لبنان منتخب قوي صار لازم ننافس دوليا طيب ورأيك يعني كاس العالم قريبا راح تصير تقريبا طيب عنا بفتكر زماني غلطان قيمان عنا منه الهند الهندة يعني وبفتكر صارت قريبة بس ما لازم نحتفل قبل ما تكون صارت ضمن مياه بالجيب بس نضمنها هيدا انا عنديها وبالنسبة لكاس اسيا اللي هلا انا عرفت شي منيح انو نيوزيلان جايين بالتيم بي طبعا مش بالتيم اي طبعا هيدا الشي وهنا معنا بالمجموعة هيدا الشي بيخولنا انو نحنا نتصدر معنا فيلبين كمان فينا نتصدر فينا نعمل نتيجة كتير حلوة الشي المش عادل نحطولك نيوزيلاندا واستراليا معك باسيا ما بعرف شو خصهم باسيا جابولك ايهم حطولك ايهم معك باسيا سيعبوا مع لبنان يعني كمان في عنا امر كتير كبير نتأهل باول مجموعة انا صراحة بلاك ايها الهدف طبعا نبين جود امج جود باسكتبول نحسن قدمة فينا لا بعدين لانو الشباب المنتخب طبعا كلهم كتير صغار يعني لازم يتعلموا لازم يندعكوا لازم يفرجوا امج حلوة صورة حلوة كرمال بطولة العالم كرمال مستقبليا يعني هاو دي باعتقدر حيبق عشر سنين مع المنتخب اذا مش اكتر 22 و23 و24 لو طلبنا منك تقيم اداء الاتحاد بالمرحلة الماضية والمرحلة اللي سبقتها يعني من لما استلم وخصوصي انه اجا على فترة كمان كوفيد فترة صعبة جدا وخصوصي كمان عم ينحكى هلأ حطين البعض علامات استفهام بالنسبة للموسم اللي جاي انه شو رح يصير طالما الظروف رح تضل هيكي وكرمالنا عم نرجع لورا على الصحة الاقتصادية لايك انا دايما بقولها الاتحاد من اول ما استلم عم يشتغل منيح بيصير في اغلاط واما كان بيصير في اغلاط وشي كتير طبيعي ونحنا بطبيعتنا الشعب اللبناني بحب ينقع على اغلاط يعني هيني علينا اندلدلوا هيك يعني لحاتيك اجزامبل قصة اللست اي هي 22 اسم ما فينا نختلف انا وياك انه في 18-19 اسم لازم يكونوا باللست اي صح ولا لا صح هلأ في اسمان ثلاثة يمكن انت بتعتبر لازم يكون في حدا غيرهم انا باعتبر لازم يكون في حدا غيرهم لازم يكون في شي تاني اوكي بتصير يعني لو انت كنت يمكن محلهم كنت بتحط غير اسمي ما كانوا ايما العالم عليك الله الله انه لاهوا الاسمين الموجودين لا ما من غير فدايما في شي فينا نلاقيه بس لحديث هلأ البطولات عم تنلعب المنتخبات كلها عم تتحضر تطلع المنتخبات بنات عم تربح شباب عم تربح 16 وصلنا على بطولة العالم 16 بنات خسرنا بتصير الاكاديميات عم تتطور الفئات العمرية درجة رابعة درجة تلك كله عم ينعمل الشغلة الوحيدة بس انه لما اجا الاتحاد ركز على الفئات العمرية كتير هلأ شوي تراجع التركيز عن الفئات العمرية هيدا موضوع انا بدي احكي فيه وان شاء الله قريبا بقعد انا واستاذ اكرم الحلبة ومنحكي بالموضوع انه لازم يرجع يتركز على الفئات العمرية لانه قلتلك مشكلتنا بلبنان هي الفئات العمرية فانا لقلها لهلأ الاتحاد عم يشتغل وماشي والبرهان هو انه كلنا عم ناكل ونعيش من ورا هيدا اللعبة بس بيكون فيه اغلاد بيصير فيه اغلاد بيصير فيه توقيف ايام مش توقيف بيصير فيه لعيب من هون غلطة من هون بيتقاصص نادي اكتر من نادي برجع بقالك كل مرة في حدا حيحس حاله مظلوم كل مرة حيحس حاله غلط برقيا ما انعلق بقى كتير عالتفاصيل الصغيرة خلينا نمشي لقدام الفريق القوي نقدر رياضي كل عمره بيبني أحسن فريق قوي فريق بيصير فيه مهاجمات بيصير فيه اغلاد بيصير فيه اصص اخير تلك النار رياضي باربع بطولة فايده جوابين وبالنسبة لسنت جابه رأيك الامور ر야 تمشي بقصوص سنت الجابه برأيك الامور حتمشي هقالك لي انا مع الاتحاد يعملها هيك. السينما كانت باسكت حلوة. ما نتضحك ع بعضنا. انت حضرت الجيمات نلعب دود اطلس يخلص سبعين. سوري يعني مع احترامة لأطلس. نلعب دود قانيبال زحلي يخلص سبعين نقطة. تبا شو الباسكت يعني في جيمات بيروت ربحانين ونفرق ثمانين وتسعين نقطة. ملنا باسكت. فنحن لايق بعرف انو الوضع صعب. بس انت فيك تعملها باجنبيان. هلالغلط اللي عم بيصير الارقام اللي عم تمكب. اللعيب حقه يطلب قد ما بده. والكوتش حقه يطلب قد ما بده. بس هون يمكن بيقدر الاتحاد يمكن يزبطها بالماركت كاب. يمكن الاجانب ما يكون حقه 30 الف فيك تجيب اجنبي بخمسمائة دولار. لأنيبال زحلي او اطلس او هومانتمن ما من الكل روحوا يجيبوا اجانب مثل الرياضة وحكمة وبيروت بعش تلاف دولار. بس فيك تجيب اجنبي بخمسمائة دولار بالشهر. انا رحت عارمينيا لعبت وشفت. في كروس كريس كرافرت لما اجي على لبنان اجي يمكن بشي خمسمائة ستمائة دولار. هيدا لعيب هاري هاي كاليبر. سو انت فيك تركب فريق بميزانية صغيرة تعمل باسكت العالم تنبسط شوية صغيرة عرفت علي. غير هيك ما حتكون حلو الباسكت. هنرجع نحضر زيت الشي متل السنة الماضي. ما بعرف اذا في شي سؤال مسألتك عن حابب تحكي عنه او شي مشكلة او شي قضية حابب تحكي عنها. لا ابدا ابدا ما فيشي بالعاكس انا كتير محمى الساسين تجي. بدنا الجمهور بالمالعب. بدنا جمهور يعيد. بدنا الجمهور يسبي يمكن بمطرح من المحلات. بتاكل غرامة مانا مشكلة. بس ما تطلع عن حد اكتر من هيك. بطلب من من كل الباسكتبول فاميلي اذا بدك عائلة كرة السلة تكون شوي انضج ونكون اكتر ان يتخفف شوية صغيرة الحكة على بعض. والسكاكين من ورا على كوتش منتخب او لعيب عم بينجح او ادارة عم بيشتغل. وبتمنى كمان على الاعلام يعطي الحق. بالوقت اللي لازم يعطي الحق. ما بقى بدي نشوف اعلاميين عم بيحللوا كرة السلة. ما بدي نشوف اعلاميين عم بيقبضوا مصاري من ورا كرميل ينفخوا بشخص انه ما بيعرفوا فيه قصلا من الاساس. وما عم بلطش احد عم بيحكي على الاعلام كيف صاير هلأ اخر فترة. وللعيب بقللون استثمروا بحالكن. حطوا مصاري على حالكن. اشتغلوا بالصيفية. طوروا حالكن. شوفوا لعيبة اوروبا. شوفوا لعيبة امريكا كيف تشتغل. وهيدي المسج الجمهور كوتشية لعيبة خيانوا مبسط. ما نعلق امور ما بقى الاعازة اكتر من الزوم. ونقدم كرة تسلي عن جد كتير حلو. نقدر نطور الى الاجيال اللي جاية. انا بدي اتشكرك على حضورك. وانا مبسوط كتير انه طلعت باول حلقة من حلقات جراند سكور اللي منتمنى انها تستمر فترة طويلة. وكنت الوجه المضيق متل قلوها الاول بجراند سكور. تانكي سو موتش ومارسي كتير على الاستضافة الحلوة ويعطيك الف الف عافية.